ازايكم؟ عاملين ايه؟ اي رب تكونوا بخير فيديو جيد وكيو اند اي جديد معاكم والله طبعا انت لو متابع سواء هنا على اليوتيوب في الكميونيتي او على الانستجرام في الانستوريز او على البيتج الفيسبوك ايا كان فانا نزلت وسألتكو قولتلكو قولوا اللي انتو عايزينه اي سؤال يخطور في بالكم محتاجين تعرفوه محتاجين تعرفوه ضروري قولوه وانا ان شاء الله هجاوب عليه فهو ده يمعلم فيديو الاجابات كيو اند ايه؟ يلا بينا بقى عشان وراء شغل كتير وراءنا اسئلة كتير وطبعا كم الفيديو ده للاخر ولو سؤالك ملقتهوش فهقولك الحل ما تقلقش اظن انت لو تفرجت على فيديو الكيو اند ايه اللي فات الاولاني هتعرف ان فعلا جاوبت على كل الاسئلة سواء في الفيديو او لو ما اتخدش فنا جاوبته برا لكن الحل هنا اسهل من الفيديو اللي فات فرر للاخر شوف سؤالك ولو ملقتهوش هقولك الحل يلا بينا نبدأ فور فيرس بيسأل يقول لو عايز اخس ونسبت دوني عليها وقدت عالعب حديد وبطلت رأيك ارجع عالعب حديد وخس ولا بقلاش حديد وقلل لسعراتي وعالعب كارديو مع العلم ان انا عندي مشكلة ان انا مشاعر في اخد احتاجي كامل من بروسين طيب بص ده يعتبر سؤالين في سؤال انت لو حدفك ان تخص دون فتمرين مقاومة او تمرين الحديد هيفيدك جدا اعطيك اكتر من تمرين الكارديو اه تمرين الكارديو مهم اه تمرين الكارديو هتلاقي بيحرق معك لكن تمرين المقاومة ليه الاولوية فلأ الوعب تمرين العديد نأتي بالنقطة للبروتين فانت في مصادر كثير او رخيصة انت ممكن تدخل مصدر نباتي معك وستفرج على فيديو بروتين النباتي والحيواني والاهم منه ان في مصادر حيواني رخيصة معاك حاجة زي جبن القريش معاك حاجة زي البيض و برضه كان فيه فيديو الارخص خمس مصادر بروتين ممكن تجيبها وملقى فيادهم هتلاقي على القناة اكيد هيفيدك بس من الاخر انك مش لازم تكمل احتياجك كامل من بروتين فراخ واللحمة والسمك انت ممكن فيه مصادر رخيصة ده مش معناه انك ما تروحش تبعة اي مقاومة اسماء يوسري بتقول ممكن تكلمنا عن فترة الديلود وتتعامل كل قد ايه وازاي تتعامل بدريقة صحة عشان من اخسارش عضل او الوزن يزيد فترة الديلود ملهاش وقت معين يعني اصلا مش كل شهر تلازم تخدي الديلود او مش كل شهرين لازم تخدي الديلود في الاس ممكن طوات سنين ما تاخدش ودي تبقى حسب كسافة التمرين حسب شدة التمرين حسب نفسيتك امتى بتاخدي الديلود لما نفسيا تزهائي من التمرين مش قادرة تحط باور تاني خلاص تعبتي من التمرين وفي نفس الوقت البروغرس واضح انه بيقل هبقى اعمل فيديو كامل عن الديلود بس لكن بسرعة كده فالديلود هو انك بتروح الجمع هذه لكن بتلعبها خفيف باقل من خمسين في الماء من اوزانك وبنفس العدات مش معنى ان انت تلعب بخمسين في الماء باوزانك يبقى انا هعلي عدات بقى لا ميدو متحت بيقول هل اقدر احافز على جسمي او احسنه او اتمرنت ثلاث تيام في الاسبوع لمدة السنة في البيت اه طبعا تقدر تحسن جدا لكن ليه تتمرن ثلاث تيام مدام انت في البيت يا معلق انت متتمرن اكتر من كده شوية يعني ممكن تزود يوم او اثنين حصل طبعا مستواك لكن تقدر تزود مدام انت في البيت كل ما تنوع وتزود في الاوزان هيبقى افضل لك يعني كل ما تبقى فيه تنوع في الاوزان من خمسة لعشرة كيلو لعشرين كيلو لاثنين كيلو ونص نوع في الاوزان هاتف زي السنسباند مع الكارديو في البيت مع نظامك الغذائي طبعا اللي انت مصبطه بس يا معلم كده انت بش محتاجه حاجة دانية سؤال من دابل اكس اسلام جمال دابل اكس البروتين الخام ايه رأيك فيه زائد ايه حكاية اني لما جدخ مزود تدريجي عن ايه تدريجي وبرضو لما نشف عن ايه تدريجي اولا البروتين الخام كويس جدا واغلبكم كنت قلنني ان انا عمل فيديو عن البروتين الخام في عماية حاضر ان شاء الله قريب قوي هعمل فيديو عن البروتين الخام لكن قبله هعمل فيديو عن البروتين عموما مكمل البروتين الفكرة دلوقتي ان البروتين الخام كويس لكن تجيبه من مكان ثقة مش اي حد يقولك انا ببيع خام تروح تجيلي وراءة تقول له هاتو لأ لازم تتأكد او من المصدر اللي انت بتجيب منه يعني ايه بقى تزود تدريجي وتقلل تدريجي بمعنى ان انت لو بتعمل دلوقتي ببالغ مثلا ماشي على زيادة عن معدلة صغرات ثباتك بخمسمائة كالوري هتجي تعمل تقلل سبعمائة وخمسون كالوري لكده في فرق اعمعلم الف امتين وخمسين كالوري في نصف ساعتها امشي تدريجي وما تنطف الف امتين وخمسين كالوري دول لكن لو انت واحد اصلا ماشي مثلا عاكلين بالغ عامل زيادة بامتين كالوري وتجي تعمل عاجز بمتين وخمسين كالوري فانت بتتكلم فرنج اقل من خمسونة كالوري ساعتها مش لازم تعمل تدريجي فهو مش شرط انهاء انك تعمل تدريجي لكن لو الفرق كبير اعمل سؤال من امي الاوادات يا رب اكون قريته صح المهم يعني من امي بتقول برنامج لحساب السعرات كويس يا كابتن برنامج لحساب السعرات الاكل فهو ما فيت نسبال برنامج ممتاز لكن تستخدمي صح طبعا كان فيه فيديو هتلاقيه اظهار لك في الايفو يتفرجي عليه ده سعرات الاكل هل نعتمد عليه في حساب السعرات نحن مش ادقى حاجه حساب سعرات جسمك من البرنامج انت مش عارفه ومستخدم انه معادلة فيه كذا معادلة لحساب سعراتك انتك شخصيا فحساب سعراتك انت هتلاقيه في بلاي لست على القناة لحساب سعرات الاكل ما فيت نسبال ممتاز فيه غير وفيه فات سيكرت فيه كرونوميتر فيه برنامج بالعربي اسمه سعراتي كل دول كويسين برضو لكن افضلهم ما فيت نسبال سؤال من جزار جيزو ينفع اتمرن في البيت بازاز مية لاني معنديش وقت اروح الجيم قلعب حديد وانا بجر بعد الفجر دايما كويس طبعا اكيد افضل من بلاش ممكن تملأ بقى الازاز المادي راملة ممكن تمليها اسمنت اكيد تمرينك حتى لو بوزن جسمك احسن من انت هتأنتك خلص حاول على اقل تجيب اوزن بسيطة او هتجيب حبال مقاومة اللي هي resistance band برضو هتفيدك سؤال من مارك الاسكندر بيقول هو ينفع خص حوالي 10 كيلو في شاهرون وص على طريق عجز سعرات عالي وشوية تبارين كاردو وعلى خفيف في البيت بص يا معل اولا كده انت غلطت غلطتين في السؤال انت بتدور لانا في الوقت ده هوصل للشبل فلاني لا انت مينفعش اصلا تبص على وقت اعرف انت منتزم بنظام غذائي تمام كل يوم عن اللي قبله هتلاقي نفسك بتتحسر بس لانك تبص على وزن اصلا الوزن مش مقياس على نجاح نظامك الغذائي او على نجاح نظامك التدريبي الوزن مش مقياس انت ممكن ما تنزلش خالص على النزان لكن شكل جسمك تحول جي رغم واحد رغم اثنين هو عجز كبير في السعرات انت بتقول انك تعمل عجز جيب في السعرات جنب كاردج خفيف لا معلق بتعملش عجز جيب في السعرات ده هيدررك مش هفيدة سؤال من عمرو حسين تتكلم عن شدة رهورات الجلد والستيلاتش ماركس ازاي بتختفي وكده تسعة وتسعين وتسعة من عشرة مش هتختفي الستيلاتش ماركس او السيلولايت كل دول ما بيختفوش ممكن يقلو تب بيقلو ازاي اللي هوي عندك بشكل بسيط ففيه كريمات ومرامة اتباع بتبقى غالية ومحتاج منها كميات كبيرة عشان بس تقلل الكمية مش هتخليها تختفي خالص ستريتش ماركس دي علامة ان انت عملت انجاز اي ان كان بقى انت كنت تزايد في الوزن وخصيت او كنت رفيع وزيت تعضل ففي الحال تنده الانجاز فمتستعرش من الستريتش ماركس الستريتش ماركس دي علامة على انجازك وعلى تطورك ممكن تلجع بقى للتان في حاجة اسمها التاني اللي انت تورس في شمس مثلا تغير اللون جسمك كله ممكن برضو يساعد اما بقى عمليات لايزر هي دي الحل الوحيد دي اللي هتخليها فعلي تختفي السؤال من محمدعاصمون السؤال لولوبي بيقولك اييب انت في الاثرتش يفضل انك ترتدي لبن كامل الدسم البن كامل الدسم في أي قيمة غزائية أعلى بكتير من اللون الخيل الدسم الفكرة بالسحرات انت الوقت تنشف transf ايان كاين بتقلل دهون فسعراتك قليلة انك تملاها بلبن كامل الدسم في سعراتك عالية بتمشي بافضل حاجة هتلاقي نفسك بتاخد مثلا من اكل تاني بشبعك فساعتها بنلجأ لللبن الخلي الدسم عشان نقطة سعرات لكن طبعا لو تقدر تحط اللبن الكامل الدسم في سعراتك يبقى تمام قوي وافضل مئة مرة من لبن الخلي الدسم سؤال من عبدوهاني بيقولك لو عملت نظام غذائي فيه عجز سعرات ولكن اكل مش صحي هيحصل ايه؟ يعني اكل اقل من سعراتي بس مقليات بقى وكلام جميعه حلو هتخس الله اه هتخس بتاكل مقلي هتخس ده لو فرض انا عرفت تحسب يعني انت هتحسب اكي سنتوجتش الشهور ما ده في كم كدري تحسب اكي الكريب المشكل جبن ده في كم كدري فستعرف تحسبه لكن لو فرض انا عرفت تحسبه فانت هتخس لكن الفكرة هتخص ازاي؟ هل هتخص بصحة؟ هل هتخص بشيب كويس؟ لا معلمك هتخص صراحة مع الميزان شكرا انت كنت 80 كيلو بقيت 70 كيلو مثلا لكن انت كشيب كويس مفيش انت مالي سعراتك اللي هي ساي مثلا الف ونص كدري شوية فاتس دهون مهضركة ودهون غلط وشوية سكر وشوية اي ابيض شكرا طفن نسب بروتينك بلح طفن فيتامينز بتاعتك بلح طفن الميلرز اللي محتاجها جسمك عشان يقوم بوظائفه بقى كويسة بلح مفيش وانت مستعلك سعودك كلها في جنك فود سؤال من شريف الحبيبي بيقولك نظام البوش بول لج ينفع يبقى خمس ايام ولا لازم ست ايام؟ لا عادي خمس ايام اشتمع لي انت ممكن تلعب اربعة ايام كمان خمس ايام انك ممكن تلعب بوش بول لج فول بادي فول بادي اربعة ايام انك ممكن تلعب بوش بول لج يوم فول بادي او في الخمس ايام تلعب بوش بول لج يوم راح بوش بول لج يوم راح بوش بول لج يوم راح او هكذا هتلاقي نفسك بتكرر العضلة او بتجرب جدول بوش بول لج مرتين كل ثمان ايام مش كل سبع ايام فعادي انا معلم جدا ممكن تلعب بوش بول لج على مدار خمس ايام عادي جدا سؤال من ماكسيم سليم دي رب اكون برضو نغطت الاسم صح انا ما عنديش القدرة اني اكل كثير يعني باشبع بسرعة مهما خدت فتح شهية وفورمتي حلوة يعني بس لسه عايزة ديت شوية عندك حل فيه حلول مش حل واحد في فيديو الهارد جينر واتفرج عليه بس يعني كاتب سريعة وبسيطة عشان انت كمنت الفيديو لحد دلوقتي حاول تضرب اكلك في الخلط اضرب اكلك بمعنى مثلا وابة شوفان فيها شوفان ولبن كامل للدسم وكاكاو وارفة واسكوب بروتين وفراولة وموز هل الابة دي الافضل في حالتك انك تكلها ولا تشربها اشربها يعني هاشربها اضرب امعنى في الخلط اضرب في الخلط تيك 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 واشربها مش هتحس بالشبع وفي نفس الوقت ادي جمالية سعرات حب حلوين ومن اكل صحي طيب انت عايز في حلول تانية بقى ففي فيديو اسمه الهارد جينر ده تتاعك همعلم في كل حلول عن النقطة دي السؤال الاخير بقى من عمرو الجبالي دول سؤالين في سؤال هل ممكن تكون جينات دراعي مختلفة عن التاني ادي واحد سؤال التاني هل ينفع اخد نوعين بروتين في واقبة بعد التمرين مثلا فراخ ولحمة مع مرادة كمية اول سؤال قاد ممكن تكون جنب ضعيف عن جنب باي اقوى من باي تراي اقوى من تراي مش الدراع بس ممكن يكون في الشيس تبقى معتمدة على جينات ومعتمدة على حاجات غلط انت ممكن تعملها على مدار يومك ومع الوقت بتفريق برده كان في فيديو على الموضوع ده لسه نازل قريب اتفرج عليه لو انت بتعيني من المشكلة دي لكن برده كتاب سريعة فابت عن البراطة النقطة التانية بقى فهو عادي جدا يمعلم انك تاخد موعين بروتين ثلاث انواع بروتين اربع انواع بروتين مع بعض عادي جدا في نفس الوجبة دوس مفيش مشكلة لكن الفكرة ان انت مش بكتره يعني النهاردة في فراخ ولحمة وسماء كوتونة وبيدو بتاع اخدهم كلهم في مواحد لا اخد الرقم اللي جسمك محتاجه انا محتاج 150 جرام بروتين على مدار اليوم اخدهم هل لما اخد متين انا كده جسم استفاد اكتر ما استفادش بس كده كده فيديو كيو اند ايه خلص طبعا انت ممكن تكون عندك سؤال سألته فعلا ومعرفتش اجوابك عليه بسبب قلة الوقت فهمش عايز اطول الفيديو عشان انت قد تسحقوش او كان عندك سؤال بس ملحقتش اصلا تحط عايز تسألهولي سألتهولي في البرايفيت بس انا للأسف مقدتش عليه مشوفتش رسالة ايا كان بقى سؤالك عايزو حطه في كومنت تحت تحت الفيديو ده على اليوتيوب والسؤالك همعلم وانا هرد عليك عندك سؤال اتنين ثلاثة ربعة حطهم في كومنتس كده وانا هرد على سؤال سؤال ايا كان سؤالك ان شاء الله هرد عليك واسبتش بقى لايك شير واسبسكرايب والاستفسارة تقريبه اولاين نقللني على اي موقع وموقع سوال ميديا سواء فيسبوك وانستجرام وواتساب وهتلاقي اللينكات في الدسكريبش تحت شوفكم فيديو جديد وكيو اند اي جديد سلام